نشكرك أكيد زملتنا بيدا ومنواصل مشاهدين مشوارنا الصباحي هذا من فلسطين هذا الصباح لما حتى أخرى نتحدث فيها عن الحوار لأن الإنسان هو كأن اجتماعي بطبعه وبطبيعته الحوار هو موجود في جميع أماكن تواجده في العمل في البيت وفي الشارع أكيد نورا والحوار فن ومهارة تعلمها واكتسابها ومشاهدينها بيساعدنا دائما على تجاوز العديد من المشاكل اليوم راح نتعرف على تعريف الحوار أصلا وأيضا كيف إحنا ممكن نبني حوار ويكون حوار بناء مع دكتور محمد بشارات أهلا وسهلا فيك سعد صباحكم جميعا وصباح كل مشاهدين الكرام كيفك؟ الحمد لله يا سيدكم يا رب سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك متحدث عن الحوار حاجة الإنسان لإنه أيضا لوجوده في حياته بشكل دائم يعني ابتداءا البداية التي تفضلت فيها الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ابن خلدون بصراحة الحوار لا يمكن تستغني عنه بحياتك اليومي لأنه في النهاية هو مبدأ قائم على اتصال ما بين شخص وآخر بس مهم جدا يعرف أنه يتبادل فيه المشاعر والعواطف والكلمات والمعرفة هذا اسمه حوار لأنه احنا ما بنحكي عن مناظرة أو تناظر أو استخطاض أو عناد أو نوع من أنواع الاستبداد الكلامي اللي بتصير لما تحدث عن حوار تحدث عن تبادل في المشاعر تبادل في المعرفة تبادل في المواقف والوصول دائما إلى الإقناع دائما نتيجة الحوار بالأغلب هي محاولة إقناع الآخرين بوجهات النظر لأنني أستخدم الحوار كوسيلة من أجل وصول لنتيجة هي القناعة وطبعا زي ما تفضلتي هون يكون في البيت في الأسرة في العمل أنا بقدر أقول لك مسألة أنه كثير من الشركات يوم على مستوى العالم تدفع مئات ملايين الدولارات حتى تدرب الموظفين على مهارات الحوار وستراتيجياته لأنه مهم جدا الحوار لأنه هناك فيه استراتيجيات رئيسية للحوار الحوار إذا كان يخلو من المرونة لا يصبح حوارا إذا كان يخلو من الأفكار لا يصبح حوارا الإشكالية الكبيرة جدا مرات عمليات الاستقطاب في عملية النقاش بين الأبناء وبين المجتمعات مثال الأبناء سريعا إنه مشكلتنا دام بحوارنا مع أبنائنا حوار عامودي بمعنى أنه أنا من فوق لتحت أنا بتحدث مع أولادي من فوق فأنا الأب أنا الأم فهذا ما بيكون حوار لأنه في نوع من الاستبداد الحوار الأفق هو الحوار الصحيح والسليم حتى على فكرة من الأشياء التربوية إحنا منقول للآباء لما تحاور أطفالك أنت انزل لتحت إنه ما تحاور ابنك وانت واقف على مستوى العين 100% لأنه بتصير آي كونتاكت بينك وبينه التواصل البصري هو رقم واحد في عملية استقبال الكلمات ما بينك وبين الآخرين فهي رئيسية الموضوع ركن لكن الحوار له استراتيجيات رئيسية من أهم الاستراتيجيات المرونة لا يمكن أنك تكون متخشب أو مستبد أو متمترس حول رأيك وبتقولني أنا رحاور حتى يظل التواصل موجود حسنتي حتى نصل لتفضلت في التواصل لأنه وجد الحوار للتواصل إذا كان أنا موضوعي بدي أن أخش الآخرين من باب المناظرة إذن أنا عندي فكرة فقط لن أقبل الآخر أو من باب الاستبداد في موضوع أنه عندي أفكار أو الاستقطاب بدي أنا أقنعك بوجهة نظري وفيش وجهة نظر أخرى هذا لا يسمى حوار يسمى أشياء أخرى يسمى استقطاب مناظرة تنظير بديك يسميه لكن ليس حوارا بالمعنى المقصود في النتيج لأنه أنا كيف بقيس هذا الحوار إيجابي كيف بقيس هذا الحوار صحيح أو سليم هو نتيجته الإقناع أني أنا قناعة إقناعة ابني زميلي زميلتي زبوني الشخص اللي بيكون الطرف الآخر أنا بتنقش أنه إذن كانت في نتيجة الإقناع هو بوصل بتسمى حوار لكن في نقطة كتير مهمة ودائما هذا قانون شافي أنا بسميه رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب إذا اتفقنا على هذه الاستراتيجية الحوار بيكون على فكرة فيه أدبيات أدبيات الحوار جزء منه أن أكون ملن جزء منه أن أتقبل رأي الآخر الأدبيات هي نفسها الأخلاق صحيح لأن الحوار قائم على قيم على فكرة يعني أنا لما أحاورك إذا ما كان عندي قيمة حقيقية بانطلق من خلالها بصف مش حوار نرجع موضوع الاستبدال إحنا مشكلتنا المجتمعية في عالمنا العربي اللي هو عمليات الاستقطابة اللي بتصير في المجتمعات على مستوى المراطق سواء كانت حزبية ولا مؤسساتية ولا فكرية ولا حتى فقهية أو حتى دينية وحتى دينياً لأنني أصعب للأسف الشديد لأنني أنا أتمترس حول رأي واحد مش تشدد بهذا الرأي متزعم أنه الأصوب وبعدها لن أرى أشياء أخرى وهذه ثقافة للأسف سيئة لذلك أنت موضوع تناقش بهذا الموضوع بدي يكون عندك ذكاء أنا باستحضرني هيك موقف مش أنا مرجع مرات الناس اللي بكون عنده عينات أحد الحكماء يعني يعني حكماء يعني رجل دين بدخل عليه رجل شخص بده يدخل على هذا يحاوره قل له كيف لو أن الله جعل كل هذه الأرض في بيضة هل يمكن طبعا هذا من أول بداية حوار لكن المبدأ اللي ينطلق فيه مبدأ يعناد مش حوار يعني في النهاية يبدي يستبد فكان جواب الذكي هذا الحكيم ذا أذكى منه فقل له ماذا ترى بعينيك قال له شايف الأرض الشماء الشجر قل له كيف وضع الله كل هذا بعينك سيضع الدنيا بالبيضة يعني بدك حوار بحاولك جواب حكيم فمرات أنه في نوع من الناس بده هذا الجواب لكن للأسف بيكون هذا جاي استبدادا وعنادا لأنه مؤمن بفكرة معينة فقدش أنت بدك تكون عندك القدرة البلاغية والفصاحة في قضية وتوجيه الآخر نحو الفكرة والمبدأ اللي بدك إياه لأنه الآخر مش جاي لا يحاور بقدر ما جاي لا يستبد مواقف كثير طبعا هو العناد لكي مشكلة بصير من القيم أيضا التي يبنى عليها الحوار الناجح والحوار الجيد في مجتمعنا وخلال قرائتنا للموضوع لاحظنا أنه إحنا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وأيضا صادقين مع الشخص المقابل طبعا الصدق إشي لابد منه شيء واجب علينا ولكن أيضا التعامل حسب اختلاف البيئة البشرية هذا موضوع آخر إحنا هون نتعامل مع شخصيات متفاوتة سواء كنا بالشارع بالعمل بالسوبرماركت أو حتى بالعيلة نورة يعني أولادك يمكن شخصياتهم متفاوتة إخوتي شخصياتهم متفاوتة هل يجب علي احتواء جميع الشخصيات حتى أكون محاورة ناجحة؟ هذا رقم واحد إذا أنا بدي أسمي حالي محاور بدي أكون أنا قادر على احتواء الآخرين الاحتواء المقصود فيه التفاهم شو ما أقصود بالتفاهم؟ إني أنا أتقبل الآخر مهما كان حتى أوصله الفكر اللي بدي إياها إذا من الأول حطيت سد أو حطيت حائط لن أصل له مع وجود الحدود أنا مش ضد الحدود على فكرة لكن إحنا ضد الحواجز في الحوار لما أضع حدود حدود المعرفة والقبول للآخر والتفاهم جزء منه معرفة مثال دائما نسترد هذا المثال طفل صغير 16 أو 14 سنة يدخل على النبي يعني عن النبي مش سهل الموضوع صلى الله عليه وسلم يقول له إيه دا لي بالزنا المنطق يعني أنا أبدأ قيصة هون ابني عمره 14 سنة يجي يقول لي والله بابدأ أتجوز بين جيراننا أكيد بنت ألحب عصائح المتعال روح جمع مصاريك خلص دراستك رح يكون المواجهة أكثر من قضية تقبل ابني ولكن هذا الطفل عمره 16 سنة بطلب أمر خطير هو بطلب أكبر وأعظم معصية ومش من أي حدا يعني مش الله بحكيها مع واحد من عمره أو قرين له وأنه بطلبها من أعلى مستوى في ذلك الوقت اللي هو النبي الآن الموقف هو للتربة وطبعا المحيطين ما كانوا يستتقبلوا لكن النبي يتقبل هون بدأ الحوار بدأ الحوار بالإقناع أولا إحتواء قال له أترضاه لأمك يعني أنت بترضاه لأمك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضوه لأمهاتهم وبدأ يقول له أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك تخيل قديش الصبر اللي كان موجود عندي نبي صلى الله عليه وسلم في قضية تقبل هذا الطفل في أمر معصية ولكن تفهمه تقبله حاوره والحوار كانت نتيجته أن دعا له وخرج الطفل من أجمل أنواع الحوار هون المبدأ اللي أبدأ عليه أنا مجرد مهما كان الشخص اللي أمامي مهما كانت فكرته إذا تفهمته وعرفت فئته هون بصير أنديش تسمعه التقبل أقبل فكرتك ولا يعني أنني سأكون معك في هاي الفكرة أنا تقبلها أتقبلها وأحترمها مهما كانت هاي الفكرة في بعض الناس بطرح أفكار قد تكون تختلف مع عقيمتي تختلف مع ديني تختلف مع ببادي مع قيمي حتى ممكن تختلف مع ببادي الوطنية أنا الآن المطلوب مني الآن أفتفهم أسمع مشان أبدأ أحاور بالأبني حوار صحيح وسليم إذا ما بديت أسمع أو أحاور أو أعيسي أن عندي حالة الإصغاء والإنصاب هون بصفي مش حوار لأنك أنت في النهاية حطيت حاجز ما بينك وبين هذا الآخر ولن تصل أنت وياها لفكرة مرئيسية هذه جزئية كثير مهمة لها التفاهم والتقبل مشان أسمي حالي محاور جيد أني أنا بدي أسمع للآخرين في مسألة كمان بالاستماع أنها مشكلة كثيرة كبيرة إحنا دائما نقول أكبر مشكلة الحوار عندنا عدم الإنصاب ما بيننا إحنا للأسف الشديد استبدادنا أني أنا بس بحكي 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 ما بسمع للآخرين ولما بحكوا معي أنا ما بسمعهم وهون دائما أنا بقول سبحان الله حاسة السماع فيها أربع مميزات رئيسية حتى المشاهدين يتبعوا معي أول حاجة أثبت في الدراسات العلمية أن أول حاسة تعمل مع الطفل في جنين وهو جنين بطن ما هو حاسة السماع وهي الحاسة الوحيدة اللي بتعمل يعني عفوا حاسة البصر لا تعمل التدوق لا تعمل لكن حاسة السماع هي الحاسة الأولى الدراسات اليابانية بتقول هو الطفل مش بس بسمع هو يسمع ويخزن المشاعر عشان يطلع بعض الإميات أن الطفل آه والله ما تعلق فيه اه صحيح يطلع فترة الحمل بيكون هي تعرض إما لمواقف مشاعرية عالية فبتلاقي الطفل متعلق في أمه الأمر الآخر في الحاسة السماع وهي مسألة كثير مهمة إن حاسة السماع هي حاسة متنبهة وهي فرق بين كل الحواس المقصود إني أنا نايم عفوا لو فتحت غاز ممكن أشم وأموت وهذا ما يحدث كثير من الناس في مطارة الشتاء ويقبنا على آذانهم وما قالش على عيونهم لذلك هي حاسة السماع حاسة متنبهة بقول العلماء فترة النوم هي أقل من جزء منها الثاني بين انعزالك بين العالم الموجود أنت فيه عالم النوم هاي الأجزاء من الثواني تقمت نام أنت فيها لكن هي حاسة متنبهة الأمر الثالث إذا هي كانت حاسة متنبهة وهي بتفوتنا لأسف في مجتمعاتنا إنه إحنا مش قادرين مريز بين سماع واستماع وإنصاط سماع ممكن للشباب اللي بيسمعون الآن ورا الكاميرات سمع لكن لما يصير مرحلة الأعلى لهو الإنصاط لهو حالة الاندماج والتفاهم اللي هي التواصل البصري وهي لغة للأسف كثير خلينا نظل بهذا الموضوع اللي هو التفاهم وحتى يكون في عنا الحوار ناجح بشكل أكبر سميلتنا مريم الطريفي سألت الناس حول الحوار بشكل عام خلا نشوف إجاباتهم شرط الحوار هو أنه كل شخص لا يتمسك برأيه بشكل مطلق بمعنى أنه يأخذ ويعطي الإصرار على الرأي لا يؤدي في النهاية إلى أي حلول لأنه ممكن يكون رأيي غلط ولكن إذا أنا سلمت بأنه الحقيقة ما هيش ملك حدا بالتالي ممكن تكون الحقيقة أو جزء منها عندك أو عندي أو عند أي واحد ولذلك أول شرط وأهم شرط في الحوار هو عدم الإصرار والتمسك بالرأي بدون وجه حق بالأسلوب الجيد والأسلوب الهادئ وبعش نفسية الإقبالة طبعا عن طبيق دفاصة ملامح وجهه هيك شغلات يعني طبعا الحوار لازم يتقبل إنسان الطرف الثاني يعطي رأيه ويتقبل الطرف الثاني ويسمع منه في النهاية طبعا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الحوار فكان المتحدث يتحدث ومن كان حوله يستمع حتى ينهي الحديث وبعد ذلك يتم النقاش في الموضوع وطرح رأي الإنسان الذي يعني يريد طرح رأيه نشكر زميلتنا مريم الطريفي على إجراء هذه المقابلات التي كانت جميلة تتمحور عن أهمية الاتسام بالهدوء والحكمة عند الحوار أكيد نورا دكتور محمد خلينا نرجع لك ومن المصائح لإتقان فن الحوار بداية إذا بدنا نتحدث عن مجاملة الآخرين مع عدم الإنفاق يعني خلينا نكون مجاملين ولكن بحدود مجاملة الآخرين إشي رائع على فكرة لأنها بتعطي للشخص المقابل شعور بالرضا عن نفسه وأيضا من النصائح المهمة لإتقان فن الحوار إذا بتسمح لي أنا أحكي النصائح هالمرة هي البدء بالحوار الصغير يعني زي مثلا أنا اليوم تعرفت على نورا نبدأ بحكي لها نورا ولا التأس اليوم حلو ولا نورا جاكيتك لونه حلو ببدأ بشغلات بسيطة قديش هذا الإشي بيبني حوار جيد وناضج بين شخصين يعني هو المفاتيح حي الحوارية نسميها إحنا دايما دايما مفتاح الحوار ما بتروح للنقطة الخلافية مفتاح الحوار لازم يروح للأشياء البسيطة المتفق عليها وإحنا بشريا على فكرة كتير شغلات متفقين عليها حتى في القيم متفقين احنا متفقين على الوفاء والاحترام والأمانة والصدق والتعاون فدائما أبحث عن نقاط الاتفاق ابتداءا مشان أبدأ أبني علاقة ودمة بينه وبين الآخر مهم جدا كمان وهذا كان إشارة جميلة لأحد المقابلتوهم يقول لك أتطلع على نفسية البني آدم نعم إحنا جماعة منتطلع على طاقة اللي أمامي طريقة النظر لإله التواصل البصري التفاهم معرفة العمر هون دائما لازم نميز حتى كمان مسألة كتير مشكلة في مجتمعاتنا الموضوع العمر إحنا عندنا كالتشر لأسف سلبي لما نشوف شب صغير ممكن ما نستقبله وما نهتم في بولك أنت شب عارفك يعني أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة وهذا كلام بالمرة مش صحيح ونقود إحنا الحوار للأسف وبالمرة مش صحيح أنا اليوم في شباب صغار أعمارهم العقلية بأربعين وسبعين وتسعين ومئة سنة معرفة لأنه في النهاية القصة مش بالعمر الزمني بقدر ما يبي العمري المعرفي فكمان لازم أراعي العمري المعرفي للشخص اللي أمامي قيمته وثقافته وقراءته ومفاهيمه المصطلحات اللي بيستخدمها كثير من رات من الشباب يجي بولي والله أنا مش حاب المجموعة اللي أنا معاي فيها طب بيسألوا ليش بولي لا طريقتهم كلامهم فلما بنسأل شوي أكتر بنلاقيه شخص قارئ شخص متعلم شخص مثقف أكيد ما رح إدار يتواصل مع نوعية من أقران لإله ممكن غير قارئين لذلك أنا بدي أراعي الموضوع المعرفي والعقلي المعرف للشخص اللي أمامي مراعي جدا مهم اللغة الجسد كتير مهم وتفضلت وقلت لها جاكيت الحلو ابدي دائما باتفاق لكن اتبه للغة الجسد الأمامي شخص بتلاقيه متزن اتكيت بلبس لبس حلو ببدي بالأشياء الحلوة اللي بتقربني لإله هو أندي المجامل لفن دون أن يكون فيها مدح كاذب يعني ما بدر راجعه لوحدة أنت أجمل مرة في العالم وأنا وياه وهي بتعرف من جوانه يعني شو بتحكي أنت تخوت علي قاعد أو والله أنت سيارتك أحلى سيارة في البلد وهي سيارة تبقى حالة حالة يعني فلا تكذب هون الكذب بيخليك تفشل من أول مرحلة في الحوار ابحث عن نقاط الاتفاق ابحث عن مقدمات ومفاتيح اطلع على الشخص كيف نفسيته وشخصيته ولا تبدأ بنقاط الاختلاف دائما أجلها نقاط الاختلاف دائما بالحوار في مسألة كتير مهمة اللي تفضل فيها كمان حتى اللي قابلته وقال اتفق على المبادئ بالحوار في مبادئ إذا بدأت تخل بحوار ما بينه وبين شخص بدأت تفق على المبادئ مبدأ الاحترام مبدأ الصدق مبدأ الحقيقة مبدأ القاعد إذا بدأت تدخل أنا يعني بأي حوار وأتفق أنا يعني أن العلم أن العلم والمعرفة هو الدليل ما بينه وبينك إذا أنا بتحاور حوار جيد ممكن الحوار يبدأ بطرح الأسئلة؟ إذا كان حوار معرفي أو تعلمي ممكن يعني إذا كان أنا بدي أحاور لموضوع تعليمي لموضوع معرفي ممكن يبدأ بأسئلة زي ما بدينا الآن في المقابلات هو بيبدأ بأسئلة هذا مسألة حوارية لكن نفس القصة ممكن يبدأ بوجابلات ممكن يبدأ بمدح ممكن يبدأ بقصة وهذا الموضوع بقدش على فكرة الطريقة بتفرق كتير مثلا أنا أعطي مثال إذا بتحبه مثال سريع الطفل الصغير كان متعلق في أمه وكان أمير ثم أصبح ملك تعلقه في أمه وتعلق شديد جدا حتى ماتت فرح جلس على قبرها وظلوا على قبرها أشهر فكان شيء أمر طبعا أنت تركت الرعية وتركت الناس يا هذا الملك فرح رجل الحكيم عشان وصله الفكرة فقال له الحكيم للملك يعني هو شافه على القبر والدته متعلق يناسي رعيته ومرات الحوار قال له رحم الله أمك قد فازت أن أنت وقفت على قبرها ولم تتنكد بأن تقفي على قبرك وصله الرسالة أنه إمك صحيح توفت وكل الناس بتموت لكن هي مبسوطة كثير أنك أنت اللي واقف على قبرها وما تحسرت أنها هي واقفة على قبرك مرات الطريقة بتعمل جذب للآخرين بالحديث عن هذه الطريقة بإذات كيف ممكن تختلف حوارنا أساسيات إحنا منضاه لما إحنا منحاور رجل أم إمرأة والله شوفي محاورة المرأة بدها تكون فيها تقنيات رئيسية في الأساسيات أخرى شوفي حوار أحنا منíamos أن نتفق على حوار الأضاد اللي هم مختلفين مختلف حوار الأقران مختلف وحوار الجنس مختلف بمعنى أنا زوج وزوجة أو رجل وأنثى طريقة التعامل مابيني أنا والذكر تختلف تماماً كعقل على فكرة مابين الأنثى النقاط اللي موجودة في عقلية المرأة في طريقة التفاصيل اللي عندها طريقة الألوان اللي عندها الخيال اللي واسع اللي عندها الجمال اللي موجود في عقلها يختلف عن طريقة رضلتي أنا كرجل الكلمات والحقائق والأرقام والأدلة والوقائع لذلك بتلاقي مرات في بيئة العمل قضية الخلاف وين بتصير ما بين المديرة الذكر والأنثى اللي بتكون موظفة لما بصير تلفع على نقاط رئيسية في مشروع معين الأنثى تبحث عن القضايا الجمالية القضايا الواسعة التفاصيل الكثيرة خلاص كتير بعدين يعني هون بدنا الراعي بإتجاه واحد آه تماما هو هيك طبيعة الرجل على كل حال يعني مش شطارة ولا 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 انتقاس من قيمته لكن قديش ممكن أتفاهم أنا يعني أنا ما أتحاول مع امرأة تماما بيختلف حوار ما أتحاول مع رجل أتحاول مع رجل بابدأ بالحقائق وبالأرقام وبالأدلة والكلام المقتضب والقصير وخيره كلام ما قل ودل فلم يطل فيمل تماما المرأة تماما مختلف الموضوع أنا بابدأ معها بالتفصيل تمهيد بابدأ معها بالبدايات مقدمة مقدمة بها شوية تفصيل لكن هون في إضافة علمية في مهارات الحوار دائما الحوار أن لا يزيد عن خمسة نقاط وبقول الحوار الفعال اللي بيحكي بثلاث محاول رئيسية أي حوار بدي يستدخل في تفاصيل التفاصيل بغيب يعني بروح حدف الحوار اللي إحنا بدنا علشانه لذلك لما أنا بحط ببالي بدي أحاول أنثى في مقام أو في مكان إدارية معينة أو في مكان عمل أو زميلة عمل بدي أبدأ بنقاط واضح عارف ليش أنا أبدأ حاولها شو الموضوع اللي أتفق عنه يا لأنها بصراحة ما تزعلي مني بتسرح فيه إذا ما كان عنده قدرة حوارية أنا هل أنت بارحم حضر للمقابلة أه طبعا لازم يكون حضر طبعا بالله لأنه أنت في النهاية بدك يتحاول أنثى لأنثى مرة أخرى هي قدرة خيالية أوسعة الجمالية التفصيل أكثر عندها وهذا بيختلف عن الرجل لذلك حتى المرة بالحوار هي أكفأ عليك بكرة هي أكفأ بالحوار الرجل بالنقاط وبالاقتضاب هو أكفأ بالكلمات هو أكفأ بس هي بالتفصيل هي أكفأ هون لما يصير عملية الاندماج عملية الدمج ما بينه بصير حلو بسأل كتير مهمة على فكرة في قضية الحوار أني لازم أراعي الآخر هو بدور على أفكار ولا مشاعر لأنه فيه ناس بحب الفكرة بحب تعطيني الأدلة والوقائع وتعطيني أرقام لو سمحت فيه ناس لا بحب تعطيني المشاعر والأحاسيس بحب تعطيني ودائما أجمل إشي بالحوار إذا ختمته بسلوك هو هذا الحوار الفعال بمعنى سلوك انفعال إيجابي طبعا بمعنى آخر سلوك أعطي مثال أكثر للناس وأنا دائما بجيب الأمثلة النبوية حتى تقرب للناس لأن الناس بتتقرب هذه الأشياء أكثر للأسف والقصص بتأثر في الناس في معركة حناية معركة جدا خطيرة النبي في هذا الفعل عمل 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 غريب عجيب على فكرة أعطى كل الغنائم كل الغنائم أعطاه للمهاجرين أهل مكة ما أعطاه ولا حدا من الأنصار اللي هم يناصرون فكان سعد المعدد يعني غضب يعني هو وأهل المدينة يعني كان كلامه لا يدل على فعله زيله زيله يعني ليش هيك فاعترضوا يا رسول الله كما فعلت فكان الجواب بس أنا أضيف كلمة عشان بتنقصش للناس فكان الجواب له كيف بكم إذ ترجعون برسول الله وهم يعودون بالغنائم فمرات الحوار المشاعر هو الأهم يعني أنا مرات بختم يدرم على الوثر زي ما بنقول على الوجع هذا اللي لازم أعمله حتى مع أولادي مع زملائي مع الناس إني ما أدرني بس مجرد من المشاعر بس فكرة لازم أدخل المشاعر لكن لازم أتفضلتي بأسلوب صح عشان أختمها بسلوك انفعالي إيجابي طب دكتور خلينا على أرض الواقع هون وأنحب أن كل المشاهدين يركزوا معنا هلأ إحنا نتعامل بحياتنا اليومية مع موظفين بالدوائر الحكومية مع أصحابنا وزملائنا بالعمل وأيضا مع الناس البسيطة أصحاب البسطات أصحاب الدكاكين في السوق شفرية التكاسي هل هناك مبادئ خاصة للحوار مع هؤلاء الأشخاص خصوصا إنهم تحت ضغط دائما يعني الله يعينهم يا رب شوفي الناس اللي بتعرضوا لضغوط واللي تفضلت فيهم هاي الفئة نعم هي فيها بتعرض للضغط دائما دائما بالحوار احترام الآخر رقم واحد في عملية الحوار ولما باجي أقولي احترام احترام مشاعره احترام آلامه احترام همومه احترام أفكاره مش بس الاحترام مجرد لأ لما أنا بطلع بطلع بسائق تكسي وعنده ضغوط فأنا بحترام مشاعر غضبان زعلان بالداية الله يعطيك العافية الله يعينك الاحترام يبدأ بعدين واشترا المجاملة والمدح والثناء بما هو يعني أنا بقوله يعطيك العافية ما شاء الله عنك ربني يعطيك الصحة هون بدخلش بنقاط خلافية معا يعني مااش بقول له والله انتو تابعون العموم وانتو كتير بريمة سبعا ولا انتو تابعون البسطات دائما بجونا بضعف بش عارف ايش ابعد عن النقاط الخلافية او والله موظفين الحكومة جماعة عايفين حالهم والمراهات تبشوا مكفيهم او نفاصلوا على نص شيكل مثلا زي ما كتير من نبي عمال هون ما نكونش هون القصة سبحان الله مجتمعاتنا مجتمعاتنا انه احنا منكون مرات حنبليين يعني بمعنى كلمة حنبلي يعني انت بتكون ذئر يعني انت بتتعامل بحالة ندية مع هذا الشخص ما بزلط الحوار اذا انت بداية تتفكر بالندية ما بط بط الحوار اصار استبداد واستعلاع على الاخر مشان استقطبهم طبعا مهم جدا اكون عندي المرونة مرونة استيعاب الاخر كمان مراعة الناس خاطبوا الناس على قدر عقولهم هو بيعطيني فكرة بوجهة نظرهم احنا مرات من التدريبات اللي بنعملها على فكرة في كل الشركات والمؤسسات بنعمل تمرين كتير حلو للناس بنرجعهم صورة ضو ضو وشاشة بس وكل واحد يكتب بكون عشرين تلاتين أربعين واحد ولا حدا بكتب زي التاني رغم انها الصورة واحدة مشان نوصل للفكرة احترام وجهات النظر احنا مختلفين افهم انه احنا مختلفين والله خلقنا هيك فقديش انا بفهم عملية الاختلاف هو شاف سائق العمومي ولا صاحب البسطة ولا الموظف والغير وشاف النظر لأمر معين فسروا بطريقته انا باحترم طريقته قد لا اتفق معه لكن احترمها مجرد اني احترمتها فتحت اول مفتاح للحوار بديت احترم فيه صار انه يتقبلني تقبلته فهمته هون بصير اقود العملية بذكاء مشان اوصل النتيجة اللي بديها نعم احد الطرق اللي تحدث فيها عشان انا اقود العملية بالذكاء استخدم الملاطفة واستخدم المجاملة حدود استخدامها لحتى يبقى الحوار ناجح وما يوصل حد النفاق ثلاث قواعد رئيسية هنسميها التفاعل والتمكن والقيادة بعمليات الحوار شو التفاعل انا ما بتفاعل مع نورة بتفاعل انه يأكي بالحديث فتخيل انا ايش بعمل طريقتي اذا انتبهت علي مش رح تنتبه كتير علي انا بعمل نفس قعدتك بعمل قعد اذا انتبهوا علي ما الها معنى لا الها معنى هاي القعدة اسموها التفاعل لا اهي الها معنى بمعنى ان انا ده بدأ ابدأ مع الاخر ما ببدأ بالاستعراض العضل لا التوافق اللي انا ببدأ بنفس الجلسة اللي هو بجلسها هذا لغة جسد اول ما ببدأ بنفس الجلسة وبيد اقيس انه تأثر فيي ندخل مرحلة ثانية في عملية التمكن ان انا ده غيرت اي حركة هو اي غير اي حركة فانا بعمل نفس الحركة اللي هو بعملها هاد الحركة في لغة الجسد بوصل لمرحلة رقم 2 اللي هو اتفاق على المعلومة هو الفكر اللي بدي إيها. النفاق وين بصير لما بكذب؟ النفاق وين بصير لما بمدح بشخص شيء مش موجود؟ النفاق وين مشكلته؟ أني أنا أتحدث عن إنسان بأمر وما عمله. هون الإشكالية لكن أنا ما بدور بدور عن نقاط الاتفاق. فبتحدث عن الشغلات الحقيقية الصادقة وهون دائما دائما لغة المشاعر. مشكلتنا الكبيرة مجتمعاتنا إحنا مجتمعات عربية طف على فكرة دفشين. يعني إحنا مرات لغة المشاعر هاي بتلاقيهاش. بتلاقي بعض الناس قلوك كم مرة حكيت لمرتك بحبك؟ ألا؟ أشوه؟ أبالي حطي أكل. يعني كلمة بحبك مرات صعبة لأنه إحنا مفهوم الحب حتى عنا لغته صارت مش موجودة. قديش أنا بوصل بهذه الطريقة حب، مشاعر، احترام بصير أقود العملية. مهم جدا الحوار مش معركة بقدر ما هو تواصل. الحوار مش كسر أيدي. الحوار مش مين ينتصر. إحنا دائما لازم نفهم لغة أنا أنتصر وأنت تنتصر. مش مين يعلم على التاني زي ما بصير في مجتمعاتنا العادية أنه أنا علمت عليه. لا أنا ورجيتش والصح. هنا في الصين مش حوار هذا عينان. هذا انتصار للذات وهذا مش حوار يسمى. مش ما يصيرش الخلط في مجتمعاتنا. مرات في ناس بشيفوا الحوار أني أنا علمت عليه. والله أنا ورجيته الصح. لا الحوار الحقيقي أنا أخرج منتصر وأنت تخرج منتصر. ومش من ضروري من أول جلسة أثبت قناعته وأغير اتجاهاته. لأنه موضوع تغيير القناعات يحتاج إلى التدرج ويحتاج إلى وقت. ودائما أدلتك الصادقة الصدوقة بمشاعرك. تقدر تقود الناس للشغل اللذي ذكي إياها. لأنه يكون الجميع استفاد من كل النصائح التي قدمت لنا إياها. والتفصيل كمان اللذي دخلنا فيه. كل الشكر إليك دكتور أحمد بشارات عوجودك دائما مع النبيان. أردتكم بلعافية. صباحك مرة تانية. شكرا إليك دكتور. من بعد موضوع الحوار نورة خلينا نحاور كمان مهندسة الدكور أكيد من بعد هالفاصل مشاهدين. خليكم معنا. السلام عليكم. معكم الدكتور محمد بشارات. إذا عجبكم هذا الفيديو. لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب. وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.